السلام عليكم و مرحبا بكم معي من جديد نتمنى تكونوا في احسن الاحوال انتما تشاهدوا على الفيديو اليوم مصفتنا سوف تكون كيكة الجزر صراحة احسن كيكة الجزر ضغطة مضاق و تعليقه يا سلام و سوف ندروا معها كريمة اللي جلدية بزبطة يعني كريمة اللي تكون بدون زبطة بلما نطور عليكم و نخليكم مع المقادر و طريقات تحضير إذا كنتي اول مرة تشاهدي قناتي في هذه قناة حسنا راميلي اشتركي في وفع الجرس باش يوصلك الجديد و نبدأوا على بركة الله هنا يفقنا كنوضع الحدي البيضات للحجم دياله متوسط هنا البيضة عندي بالحرر ديال المطبخ إذا كان عندكم البيض صغير سيتديروا اربعات ديال البيضات كنزيد معهم كاز و تولد كأس ديال السكر هنا مبالي تعال Guten هذا البيضة عن كل الأبيض فى السكر السكر السكري وتتديروا الكيمية كما بان كما فيه كل صغير السكر السكري يومون اضفر بكم ください ثنين قطرات مرتز الفانيلا بانيا فالسائيل مبالي نضرب المكونات حتى يدبون حبيبة السكر و نضع الخليط ثم نضرب البيض مع السكر نضيف زيت المائدة كمية بالجرامر نضيفها في صندوق الوصف ثم نضيف زيت المائدة ثم نضيف الزيت المائدة ثم نضيف الزيت المائدة ثم نضيف قياس الجزر المائدة 125 جرام نضيف القياس ثم نضيف المائدة ثم نضيفك اضيف الزيت المائدة كنا في شاء مائدة نضيف الخليط نضيفه للمائدة نضيف الكونات المائدة نضيف كنبئ نغرب المكونات بهذه الطريقة من بعد نحرق غريب سباتيول حتى نسجم عندي المكونات كلهم دخول الدخول قوم الملتقى بشكل المسكين حتى نضع نضيف الملتقى نضع الخليط في هذه المرحلة سأكون نسخنا الفران على 180 درجة يقوم نسخد الفران ثم نضيف الملتقى يستخدم الفران يشعل الفران يجد على سطح ويستخدم الدقة باستخدما يجد على الفران يشعل الفران بزوجة نضيف سكر بودرة نضيف سكر بودرة كمية السكر كمية السكر وضرب جبن تضرب كريمة تصديق مع الحليب وتمكثل كمية و تخلط مع الصعب تبون الكريمة السائلة و تضربه كريمة و تضمل كمية تصديق مع الزيون و تضربة كمية تضرب العثور تضرب كريمة قدروا عملات الفاني ممكن تحموا بهض الأشدار فمن بعدين قد crisis نح쓸 البحكي بالتخدر سوف ندعوه هاتفة عندما تبقى تقريرتك الواجداء سوف نتركها في الثلاجة سوف نكمل المراحل الكريماء جلدية جرائعة القوام لديها تهدر يمكنك تعملها في أي نوع آخر هنا يكون محمرة كمية من الجوز اخذت تقريبا 1-4 حبات الجوز اللي نقيتهم من الداخل وحمرتهم مزيان في الفران هو القرقاع فاش يتحمر يعطي واحد المضاق و واحد طيبة فمن الأفضل ان القرقاع اللي غادي تزينو بيه حمروا في الفران حمرهم زيان عاد من بعد تزينو بيه هنا من بعد ما بردع لنا الكيك انتم ما كتشوفوا القوام داله كيفاش يجيرك يجير طبوك يجي معلك من الداخل اخذت الكريمة في البوش و اخذتها في تلاجة حتى بردات من بعد نزين بيه الكيك حتى هو يخص يكون بارد اذا الكيك سخون و كبديت و تدري عليها الكريمة سوف يتسح لكم من الفوق اخذتها برد مزيان عاد بشتزينوها بشتزينوها بها الطريقة و من بعد نرش عليهم كالجوز اللي حمرت او القرقاع اللي حمرت او ممكن تدري الكريمة عادة فوق الوجهة الكيك كما نوريكم في الكيك الثاني انا غنوريكم طريقة اخرى للتزينوها اخرى انا و سوف نوريكم طريقة العادية للتزينوها يعني لم نريد ان يخذ الكريمة في البوش سوف يجب ادهنوها بها الطريقة العشوائية و سوف يعدون القرقاع اللي يكون مهرمش و نرش عليهم شوية للقرفة بالنسبة لكي يبغي القرفة نرش القرفة من الفقر المطاقة الزوين مع المطاقة الجبن الكريمة الجبن و المطاقة القرقاع و المطاقة الجزر رائع جدا هذا الكيك حمقني وهذه هي وقت البرد هذا الكيك لان فيه قوام كثير كي يجي تقيل ما يجيش بحل الكيك العادي لكي يكون خفيف و يكون منعش هذا الكيك الذي يكون تقيل و مقوم يعني صراحة هذه وقت البرد غجر بوهر الوصفة يجي لديدة بثاف تضيف معها التوابل بحل سكن جبير حتى تضيف معها التوابل هذا يبقى غير اضافات ممكن تضيفهم اذا كان عزيز عليكم التوابل في الكيك غدي تضيفهم اضيفوا كدلك الرشيشة القرنفل كيف يجي فيها الديدة بثاف ولكن غير شخفة القرنفل لا تكتروني منه سوف نقطع معكم مرسوم الكيك و شوفوا كيف يجي من الداخل راكي يجي معلك كيجي الديد بثاف انا اكد لاجربت هذا الوصفة غيتعجبكم وصلنا الاخر الفيديو لا اجبتكم من الوصفة اليوم لا تنسوا اشتركوا لايك الفيديو خلوا ليتعليقاتكم الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة